اعرب سمو الشيخ خال بن حمد الخليفة النائب الاول رئيس المجلس العالى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوى اعرب عن فخره واعتزازه بما حققه المقاتلون البحرينيون ببطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة والذين نجحوا في تحقيق المركز الاول في الترتيب العام للفرق المشاركة بالبطولة مؤكدا ان شباب البحريني استطاع ان يثبت للجميع انه قادر على تحقيق الانجازات بمختلف المحافل الرياضية جاء ذلك خلال استقبال السمو بحضور ساعة سيد شام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وساعة سيد عبد الرحمن بن صادق عسكر من عام اللجنة الولمبية البحرينية الوفد الرسمي لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء وقد اكد سمو الثقة بقدرات الفريق وامكانياته في تحقيق الانجازات بهذه الرياضة ورفع اسم مملكة البحرين عاليا بمختلف البطولات والمشاركات والتي ترجمت بهذا الانجاز غير المسبوق واضاف سموه ان الفريق استطاع ان يحقق الحضور والتواجد القوية بين المقاتلين الاسيويين والعالميين وهذا ما سينعكس على المشاركات القادمة وتحقيق المزيد من الانجازات واوضح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ان ما تحقق يعكس الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لقطاع الشباب والرياضة كما اكد سموه ان الدعم سيتواصل لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية بما يحقق مثل هذه النتائج المشرفة ومتمنيا سموه للمقاتلين المزيد من التوفيق والنجاح في مشاركاتهم القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة